السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سوف يكون إن شاء الله عبارة عن شرح مفصل لغسالة بوش من الفئة SMS40A32 لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على الزر لايك مرحبا بكم من جديد قبل شرح البرامج نعطي نبدع عن هذه الغسالة الغسالة من فئة 12 طقم وتأتين باللون الأبيض أو اللون السلفر كما أنها تأتين بأربع برامج وخاصية نصف الحمولة بالإضافة إلى خاصية تأخير بدء التشغيل كما أنها مزودة بمحرك إيكو سايلنس درايف الذي يتميز بالقوة والمتانة والهدوء أي أن نسبة الضجيج هي 52 ديسيبيل كما أن هذا المحرك يعتبر الأكثر اقتصادا الشيء الذي يجعل الغسالة من الفئة A+. كل هذه الخاصة يستدمرون الفعالية ونتائج جيدة للغسيل كما أن الغسالة مزودة بنظام AquaStop ونظام LoudSensor سوف أضع لكم صرح مفصل لهذه الأنظمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو نبدأ الآن في شرح برامج وأزرار الغسالة لدينا أول زر في هذه الغسالة وهو زر تشغيل وزر الإطفاء البرنامج الأول في هذه الغسالة يسمى المكتف وحرارة 65 درجة مئوية دورة هذا البرنامج مصممة للطناجر والمقالي وأدوات الفرن والشواء والأطقم التي لا تتأثر بالحرارة ودى الاتساخ الكتيف والتي بها طعام محروق أو أغذية متيبسة ولا ينصح بوضع الأطباق الهشة أو الأوالي الخزفية أو الزجاجية لأن حرارة هذا البرنامج كما قلنا مرتفعة جدا ثم البرنامج الثاني أو أفضل برنامج بهذه الغسالة والذي أنصحوا به الجميع يسمى برنامج اقتصادي دورته مصممة للأوالي المتسخة بشكل عادي ويمكن غسل جميع أواني الوجبات اليومية في دورة واحدة أي يمكن غسل أواني الفطور والغداء والعشاء معا في دورة واحدة هذا البرنامج يعتبر الأكثر كفاءة من حيث اقتصاد الماء والطاقة ومدته 3 ساعات ونصف وحرارة 50 درجة مئوية واستهلاكه للماء 9.5 لتر كما قلت أنصحوا جميع بهذا البرنامج البرنامج الثالث في هذه الغسالة يسمى الحساس أو ديليكا دورته مصممة للأوالي الزجاجية والبلاستيكية والأطقم الهشة التي لا تتحمل الحرارة المرتفعة والتي ليس بها بقايا طعام متيبس ودات اتساخ عادي حرارة هذا البرنامج لا تتعدى 45 درجة من عيوب هذا البرنامج هو طف تشفيف لأن الغسالة لا ترفع الحرارة أثناء الشطف وتشفيف ذلك حفاظا على الأواني وخصوصا الزجاج ثم آخر برنامج في هذه الغسالة هو برنامج الغسل المسبق أو الغسل الأولي يقوم هذا البرنامج بشطف الأواني المحملة داخل الغسالة في انتظار ملئها بأواني الوجبة المقبلة لغسلهم في دورة واحدة ويمكن استغلال هذا البرنامج للأواني التي بها أطعمة محروقة أو متيبسة أو منتسقة والتي يصعب إزالتها يمكن شطفها في هذه الدورة ليسهل غسلها في برنامج آخر كالبرنامج الاقتصادي وهناك من يستغل هذا البرنامج لغسل الخضر وهذا أمر ضار للغسالة لا أنصحكم بذلك كما أن هذه الغسالة مزودة بخاصية نصف الحمولة ويمكن استعمال هذه الخاصية في حالة وجود أواني قليلة أو أواني قليلة الاتساخ ويمكن تحميل السلتين معا وطريقة الاستعمال أنه بعد اختيارنا للبرنامج نقوم بتفعيل هذه الخاصية بالضغط على هذا الزر ثم الضغط على الزر استعق ثم آخر خاصية في هذه الغسالة وهي خاصية تأخير التشغيل ويمكن تأخير التشغيل بثلاث ساعات أو ست ساعات أو تسع ساعات ثم نأتي إلى طريقة الاستعمال نقوم أولا بتشغيل الغسالة ثم اختيار البرنامج المناسب ثم الضغط على الزر استعق وإذا أردنا إلغاء البرنامج أو إعادة الضغط الغسالة نقوم بالضغط مطولا على الزر استعق ولمدة ثلاث ثواني وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على الزر لايك والله ولي وتوفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر